علم الحركة لا أستطيع القلوس بلا حركة كثير من الطاقة كثير من العمل تحرك دائما الجميع يتحدثون عن الحركة الحركة تؤدي إلى حدوث الكيمياء الحركة هي الأساس حركة ترتبط الكيمياء بالحركة أو علم الحركة كما تسميها هذه الأنواع الجليلة من العلوم لا تتم التفاعلات بسرعة نفسها أو بسرعة متقاربة تحدث بعض التفاعلات في لمح البصر بينما يستغرق بعدها مئة السنين يستخدم العلماء نموذج التصادم لتوديح سبب تصادمها بسرعة أكبر من غيرها وينص على أن التفاعلات الكيميائية تحدث باستضام الجزيئات مع بعضها ولا تحدث هذه التصادمات إلا بتحرك الجزيئات تحدث التفاعلات الكيميائية عند استضام الجزيئات بشدة كافية لكسر الروابط الكيميائية ثم تنفصل يعرف مقدار الطاقة اللازمة لكسر الروابط بطاقة التنشيط يسجلها العلماء بصيغة E.A يبدو نموذج التصادم مألوفا أتذكر قوانين الغاز؟ دوران الجزيئات واستضامها مع بعضها؟ تسري معظم القوانين على جميع التفاعلات الكيميائية كلما زاد استضام الجزيئات كان التفاعل أسرع لتسريع التفاعل علينا تسريع الجزيئات المتضمنة أو دفعها إلى الاقتراب من بعضها يمكننا تسريع التفاعل بدفع الجزيئات إلى التحرك بسرعة أكبر للقيام بذلك نضيف حرارة إلى التفاعل فدرجة الحرارة العالية تجعل الجزيئات تتحرك بسرعة فتزيد احتمالية استضامها يمكننا زيادة التصادم بوضع الجزيئات في حيز أصغر فنقوم بزيادة التركيز أو الضغط التركيز مهم حيث يزيد استضام الجزيئات عند الازدحام ولزيادته نضيف المزيد من الجزيئات إن لم تستطع فعل ذلك فعليك زيادة الضغط فسيؤدي إلى نتيجة نفسها وزيادته تجبر الجزيئات لتقترب من بعضها فيمكن تسريع التفاعل بكلتا طريقتين تعتمد التفاعلات على تفاعل المتفاعلات تحتفظ بعض العناصر بخصائصها ولا تتفاعل كالغازات النبيلة وبعضها يتفاعل بسرعة كمجموعة الهالوجين وهذا يرجعنا إلى الجدول الدوري لكن العناصر المتفاعلات تتفاعل أسرع من العناصر المستقرة أخيرا ما يؤثر في سرعة التفاعل هو مساحة المتفاعلات السطحية فلن تتفاعل المتفاعلات إن لم تجد ما تتفاعل معه كلما عرضت أجزاء المتفاعل ليرها العالم كانت أكثر عرضة للتفاعل لتفكر هكذا تحتوي كتلة كبيرة من المتفاعل على كثير من الجزيئات لكنها لن تتفاعل إن كانت في الداخل يجب أن يبدأ التفاعل في الخارج ثم يسلق طريقه إلى الداخل إذا أخذنا الكمية نفسها من المتفاعل وحولناها لمصحوق ستتفاعل أسرع لأن الجزء الأكبر من المتفاعل وصلنا إليه أحياناً يحتاج التفاعل إلى مساعدة ليبدأ فيستخدم الكيميائيون مادة تسمى العمل المساعد يساعد على بدء التفاعل وهي مادة تساعد على التفاعل الكيميائي ولا تتفاعل العوامل المساعدة مهمة جداً يمتلئ جسمك بالعوامل المساعدة تعرف بالإنزيمات تضمن اعتناء الجسم بالعمليات التي لا يمكن أن تتم بسرعة كافية بدونها جلوسك ومشاهدتك للفيديو بسبب الإنزيم ترجمة نانسي قنقر